بعد أن أنهى محكميته التي استمرت عشرين عاماً أفرجت الأجهزة الأمنية فجر اليوم عن أحمد الدقامسة التفاصيل في التقرير التالي أفرجت الأجهزة الأمنية عن الجندي أحمد الدقامسة بعد إنهاء محكميته والتي استمرت عشرين عاماً ونقل الدقامسة من سجن أم لولو إلى سجن إربد المعروف باسم سجن باب الهواء منتصف ليل السبت الأحد ومن هناك جرى نقله إلى منزله الكائن في منطقة إبدر التابعة لمحافظة إربد حيث تجمهر عدد من أبناء المنطقة وأقاربه للترحيب به الدقامسة ألقى كلمة مقتضبة بعد وصوله إلى بلدته أكد فيها أنه انتظر عشرين عاماً لحظة الإفراج عنه ليعانق والدته وأولاده وزوجته وأبناء عشيرته وقال ممثل ذوي الدقامسة إن الجندي الدقامسة يتمتع بصحة جيدة وهو ما أكد عليه الأخير الإفراج عن الدقامسة يعود بنا إلى الثاني عشر من أذار عام 1997 لحظة إطلاق الجندي أحمد الدقامسة الذي خدم في حراسة الحدود الأردنية من بندقيته رصاصات على مجموعة فتيات إسرائيلية بسبب استهزائهن بصلاته حسب الرواية من شهود عيان في منطقة الباقورة الحدودية الدقامسة سجن عشرين عاماً شمسية في مركز تأهيل وإصلاح أم اللولو بعد صدور قرار بالسجن المؤبد وفي الثاني عشر من أذار لعام 2014 رداً على اغتيال القاضي رائد زعتر قرر مجلس النواب الأردنية وبالإجماع الطلبها بالإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة وغدت قضية الدقامسة حديث الشارع الأردنية الحكومة وعدت بالإفراج عن الدقامسة لحظة انتهاء محكوميته وفقاً للقانون وهو ما تم فجر اليوم